إيه لتغير اللي حصل في لحظة وفاة الأم؟ أولاً فجأة حسيت إن أنا بقيت أنا بقيت الأم يعني فجأة كده لقيت أنا بحضن خواتي وكأن أنا أمهم وياسمين حسيت إن أنت بتحضوني نفسك كأنك أنت أم نفسك؟ لا ما حسيتش خالص بنفسي أنا حسيت إن أنا بقيت هي مع أخواتك؟ مع أخواتي فجأة ومن وقتها مش قادرة تغير خلاص مش قادرة أبقى عيلة معاهم زيهم إمتى آخر مرة لبستي قناعة تخبي به ضعف رهيب جواكي دلوقتي حالاً؟ لا من زمان قوي 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 بطلت بطلت أعمل ده لأنه أنا ست فعادي إن أنا أبان إن أنا ضعيفة عادي إن أنا أتدايق عادي إن أنا أعايت يعني ولو غضبانة لو غضب ممكن تخبيه بقناعة هدوء شوية لا ما بقيتش ما بقيتش بغضب الغضب اللي كنت بغضبه زمان يعني في حاجة كده حصلت أنا باعتبرها تطور في شخصيتي ولا بقيت بغضب الغضب الفضيع اللي كنت بغضبه قبل كده ولا بقى فيه أنجر جوايا لأي حاجة بقيت حاسة إن أنا عايزة كل الناس تبقى بتحب بعض وعندهم سلام نفسي كده وعايزة الناس تبقى سعيدة لأن أنا شايفة إنه يعني الدمار والحزن واللي بيحصل حوالينا في كل حتة بقى كتير قوي فخلاص ما بقيتش قادرة ما بقيتش قادرة ولا على زعل ولا على حزن ولا على غضب فخلاص كل الناس مش صديق لحد حقيقة بتلبسي قناع النفاق الإجتماعي أحياناً؟ لا لا ولا في مناسبات بتضطري تحضريها لا ولا في السياق عمل أنت مش مختارة كل زملائك فيه لا هقولك عمري ما لبست النفاق قناع النفاق وبعد كده اتعلمت حاجة اتعلمت إنه في فرق بين إن أنا أبقى قللت الزوق مع الناس أو إن أنا أكون بجملهم اتعلمت ده اتعلمته مع الوقت بس هو مش نفاق هو اتعلمت إن أنا هو الزوق اتعلمت الزوق